بشان البرلماني خصصت لجنة المالية بالجمعية الوطنية الاجتماعية الذي عقدته صباح اليوم برئاسة السيد المصطفى سيدي حمود رئيس اللجنة لمناقشة ميزانية وزارة الداخلية والمركزية لسنة 2024 وتابعت لجنة خلال الاجتماع عرضا قدمه وزير الداخلية والمركزية سيد محمد محمد أحمد المحمد لمين استعرض فيه بنود هذه الميزانية ومختلف مجالات صرفها وتبلغ ميزانية الوزارة في مشروع قانون المالية الأصلي للعام القادم ستة مليارات وستة وعشرين مليون وثلاثة عشر ألفا وخمسمائة وسبعة وثلاثين أوقيا ترجمة نانسي قنقر